قبل أيام من الشهر الفضيل ربات بيوت من بلدية بابار جنوب خنشلة يتسابقن على تحضير الفريك بطريقة تقليدية باستخدام المطحنة ولوازم أخرى يحاكون بذلك تاريخ المنطقة كي قرب رمضان نبدأ ونوجدو حنا نساء الريفية نوجدو الفريك الفريك هذا هو نحصدوه ونحرقوه ونصفيوه هنا نحكموه نصفيوهم ليه ونبدأ ونخليوه يشيه كي يجي وقت رمضان هذا في الصيف كي يجي وقت رمضان نعاودو نجبدوه وننغربلوه نحيو منو الحاسا ولا كانش مكان حجرة ولا كانش مكان نقوه بياه ونبدأ ونحيو في المطحنة تاع الحجرة تحضيرات الفريك شاقة ومتعبة لكن وفي نفس الوقت عادات جميلة تتميز بها المرأة الشاوية كل عام قبل رمضان نرحيو في الرحاق تاعنا تاعلى للحجر باش نحافظو على البنة تاع الفريك باش ما ما تروحش ما نديوش التري سيتي تري سيتي روين حيلو البنة نقعدو ديما نحافظو على حتى على الحجرة تاع بكري تاع جدودنا تاع بكري إن شاء الله يا ربي وجدناه وليك إن شاء الله وجد الجهاز اللي يستعمل إن شاء الله نصوم بالخير ولينا وليكم إن شاء الله طلب متزايد على مادة الفريك خاصة هذه الأيام قبيل شهر رمضان لأنه يلعب دورا في تحسين مذاق الشربة كطبق أساسي على مائدة الإفطار اشتركوا في القناة